بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في الفيديو. ده نسترد عليكم التغيرات والجديد والتحسينات الجديدة لتحديث ويندوز حداشر الجديد اتنين وعشرين الف سبعمية والتمانية والمتاح حاليا لويندوز حداشر الاصدار العام او الاصدار الرئيسي. تقدر تحصل عليه كالعادة من خلال خدمة التحديثات ويندوز افضلت كتحديث اختياري. لان طبعا زي ما احنا عارفين ان التحديث الاخير اللي بيتم صدوره في السلساء الاخير من نهاية الشهر بيكون تحديث اختياري. نفس هذا التحديث التراكومي كيبي خمس تلاف واربعتاشر زيرو تسعتاشر كان صدر منذ اسبوع تقريبا لويندوز حداشر على قناة معاينة الاصدار وكان يحمل رقم البناء اتنين وعشرين الف سبعمية وستة وكنا استعرضنا هذا التحديث فعليا لمستخدمين هذه القناة. لكن الان تم توفيره للاصدار العام. بنفس رقم التحديث التراكومي كيبي خمس تلاف واربعتاشر زيرو تسعتاشر ولكن برقم بناء اعلى. بعد تثبيت هذا التحديث هيكون رقم البناء عندك اتنين وعشرين الف سبعمية وتمانية. طبعا قبل ما انسى رابط كاتلوج التحديثات هيكون موجود اسفل الفيديو لتحميل التحديث ده بالشكل يدوي. لمن يعتمدون على عملية التحديث يدويا. هذا التحديث قد يكون تحديث مهم جدا لانه يأتي محمل بمجموعة كبيرة جدا من الاصلاحات والتحسنات ومعالجة للعديد من المشكلات المهمة والمعروفة بالاخص المشكلات اللي كان تسبب فيها التحديث اللي قبل ده اللي كان صدر في بداية الشهر كان هذا التحديث تسبب في مشكلات عديدة عند بعض المستخدمين فيأتي هذا التحديث او قد يكون هذا التحديث مهم جدا لانه جاء باصلاحات وتحسينات جديدة بما في زلك معالجة الاخطاء التي تم التعرف عليها في التحديث اللي قبل ده. بالاضافة الى اضافة ميزة جديدة اللي هي ميزة ويندوز طبعا شرحنا الميزة دي كتير وكانت الميزة دي احدى الميزات الجديدة او الخاصة بويندوز حداشر الاصدار اتنين وعشرين اتش اتنين. اللي هيتم صدوره في منتصف هذا العام. لكن تم توفيرها حاليا لويندوز حداشر على الاصدار العام. او على الاصدار الرئيسي. طبعا بتتجق بعد ذلك وهنا في هذا التبويب هتلاقي عندك تم اضافة الخاصية الجديدة بالضغط عليها. هتلاقي ان الخلفية الافتراضية لسطح المكتب عندك تم تغييرها الى خلفيات طبيعية. وظهرت عندك هذه الايكونة اللي بتكون او خاصية بشكل سريع بتكون بتتضمن بشكل يومي خمس خلفيات بيتم تجديدهم بشكل يومي. وبتتغير عندك بشكل تلقائي على سطح المكتب. بيكون عندك هذا الخيار لتغيير الخلفيات المتاحة في الخاصية. طبعا بالتوالي بيكون في عندك خمس خلفيات تقدر انك تتبدل ما بينهم. ولو ان عجبك خلفية محتاج ان يتم تزويد الخاصية بها. فمن خلال الضغط كليك يمين على هذه الايكونة بيكون عندك خيار لايك للاعجاب الخلفية. وبالتالي في المرات القادمة هيتم تزويدك بمثل هذا النوع من الخلفيات. او الخيار التاني لعدم الاعجاب بهذه الخلفيات. وبالتالي بعد ذلك هيتم استثناء مثل هذه الانواع من الخلفيات اليومية. بما في ذلك اضافة بعض الرسوم المتحركة الجديدة البسيطة على ايكونة عندما تكون بتستخدم تطبيقات شريط المهام على اليسار. هتلاحظ عند ضغط على ايكونة الطاقس من شريط المهام. اضافة بعض الحركة البسيطة او بعض التفاعل البسيط اثناء الضغط على ايكونة الطاقس. اما بالنسبة للاصلاحات والتحسينات في هذا الاصدار. فيأتي هذا التحديث بمجموعة كبيرة جدا من التحسينات والاصلاحات والحلول للعديد من المشكلات المعروفة. زي معالجة مشكلة فشل التركيز التلقائي لمربع البحث عندما تريد استخدام البحث من قائمة ابدأ. على سبيل المسال لو انك فاتح قائمة ابدأ المفروض انك بشكل تلقائي تقدر تجري عملية بحث من خلال انك بتطعط على الحرف مسلا بداية الكلمة او التطبيق اللي انت محتاج انك تبحث عنه. وبشكل تلقائي بيتم تحويلك الى تطبيق البحث مع التركيز على مربع البحث وبدء الكتابة بشكل تلقائي عن الشيء اللي انت محتاج انك تبحث عنه. فكانت تفشل هذه العملية التلقائية ومحتاج انك تضغط بشكل يدوي على مربع البحث لاجراء عملية البحث اللي انت عايزها. ايضا معالجة مشكلة فشل الحفاظ على سطوع الشاشة بعد تغيير وضع العرض. بما في ذلك معالجة مشكلة النظرة الخاطفة التي كانت تظهر عند المرور بمؤشر الموس على ايكونة الويتجاتس من شريط المهام. المفروض لما انك بتمر بمؤشر الموس على ايكونة الويتجاتس من شريط المهام. كانت بتفضل فتحة معاك قائمة الاهتمامات. لكن كانت بتفتح وتقفل تاني بشكل تلقائي. فتم معالجة هذه المشكلة ايضا في هذا الاصدار. بما في ذلك ايضا تم معالجة مشكلة كانت تسبب في تأخير زمن بدء تشغيل الويندوز. بسبب مشكلة كانت في برنامج تشغيل الوحدة النمطية الموسوقة التي بي ام. وايضا معالجة مشكلة بطء عمليات نسخ الملفات في الويندوز بسبب حسابات خاطئة في زاكرة التخزين المؤقت. وايضا معالجة مشكلة معروفة كانت تمنع القدرة على استرداد نسخة احتياطية على كورس استرداد سي دي او الدي في دي. كنت انشأتها باستخدام تطبيق النسخ الاحتياطي والاستعادة المدمج في الويندوز. دي كانت مشكلة معروفة من زمان جدا. انك لو انشأت نسخة احتياطية على كورس استرداد سي دي او دي في دي باستخدام تطبيق النسخ الاحتياطي والاستعادة المدمج في الويندوز. كنت بتكون غير قادر على استرداد النسخة الاحتياطية واسترداد النظام باستخدام هذا الكورس. بما في زلك ايضا معالجة مشكلة معروفة كانت تؤثر وحدات معالجة رسوميات معينة من اغلاق بعض التطبيقات بشكل غير متوقع او ظهور مشكلات متقطعة تؤثر على طريقة عمل التطبيقات الذي تستخدم دايريكت سري دي تسعة ظهور رموز خطأ وعدم استجابة في فتح التطبيقات او اغلاق بشكل غير متوقع وايضا معالجة مشكلة كانت تسبب فيه طاقف النظام عن الاستجابة عندما تريد تسجيل الخروج في حال ان كان تطبيق الاستخدام وايضا معالجة مشكلات الشاشة السوداء المتعددة عند تسجيل الدخول او تسجيل الخروج او عند فتح بعض التطبيقات المعينة على النظام عندك وغيره من الاصلاحات والتحسينات اللي بالفعل موجودة في هذا التحديث فقد يكون فعليا هذا التحديث مهم جدا لانه طبعا بيضيف خاصية جديدة سبوت لايت وايضا يتضمن مجموعة كبيرة جدا من الاصلاحات والتحسينات المهمة في تحسين الاداء واصلاح اخطاء ويندوز حداشر وبكده نكون استعرضنا على حضركم ابرز ما جاء في هذا التحديث نتمنى نكون فدناكم بهذا الامر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته